نعم نحن معكم اليوم منذ الصباح الباكر منذ الساعة السابعة صباحا في مدينة اللاذقية اليوم توجهنا خبون بشكل كامل لإدلاب أصواتهم واختيار مرشحيهم لكي يمثلوهم تحت قبة البرلمان في محافظة اللاذقية وذلك في 889 مركز انتخابي موزع على مستوى المحافظة بشكل عام بالإضافة إلى جامعة تشرين وأيضا إلى مراكز قوى الأمن الداخل وأيضا عناصر الجيش العربي السوري نحن اليوم موجود معكم في مؤسسة المياه على أسراد الثورة في مدينة اللاذقية وأيضا توجه اليوم رجال الدين من كافة الأطياف لكي يكونوا معنا في هذا الاستحقاق مرحبا يا أهلين أهلا وسهلا فيك يا أهلا نحكي اليوم عن أهمية هذا الاستحقاق اليوم والله هو البلد بلدنا والمجلس مجلسنا ونحن البلد الديمقراطي إن شاء الله وتعالى عم نعمل نعمل سوية إن شاء الله في هذا البلد الطيب لإنجاح هذه العملية الديمقراطية الطيبة وأعطاء حرية لكل الناس ونحن كرجال دين في محافظة اللاذقية أتحدث بصفتي كمدير أوقاف نشارك نحن شريحة كبيرة في المجتمع في محافظة اللاذقية ريفا ومدينة ونمارس حقنا كمواطنين ويعني نقول للجميع نحن شريحة ونحن في الطليعة إن شاء الله في هذه العملية الطيبة دكتور محمد علي مدير الأوقاف مرحبا أهلا وسهلا أهمية هذا الاستحقاق اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالبداية بالفعل هو عرس انتخابي وطني بامتياز وهو تحدي كبير لسوريا بأنها تتجاوز المرحلة السابقة يعني الحمد لله بجهودي وبحكمة قائد الدكتور بشار الأسد حفظه الله تم الحفاظ على هذا الاستحقاق في وقته الموجود رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن متى الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قالوا متى ضياعها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله اليوم توجهنا نوجه للجميع أن يؤدوا الأمانة إلى أهلها إلى أهل الاستحقاق من أبناء الشارع السوري كما أتوجه بالشكر للعاملين في المراكز الانتخابية بالإضافة للإعلاميين الذين يقفون وراء الكاميرات وهذه الجهود الكبيرة وأخص بالذكر مركز اللازقي بكل صدق شكرا مرحبا 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 يعتبر جيد الحرية مرحبا مرحبا ماذا الاستحقاق اليوم يعني نعتبر هذا الأمر هو واجب على كل المواطنين وإن شاء الله يعني الأخوة أعضاء مجدد الشعب يؤدوا الأمانة على أصولها إن شاء الله شكرا لإلك أكيد نحن هالأجواء اللي كانت معنا من مؤسسة المياه في مدينة اللاذقية بالنسبة اليوم لإدلاء الأصوات لاختيار ممثلين تحت قبة البرلمان من قبل رجال الدين مديرية الأوقاف في اللاذقية كما تشاهدون اليوم الصورة هنا هي كما في المراكز الأخرى على مستوى المحافظة بشكل عام كما على مستوى مساحات الوطن الشاسعة في كل مركز انتخابي توجهها المواطنون لكي يختاروا من مثلهم بشكل حق وأخيرا هذا الاستحقاق هو واجب وطني وحق على كل مواطن ضمن قانون الانتخاب رقم 5 لعام 2014 أكيد هذه كانت رسالتنا لكم من اللاذقية من مؤسسة المياه أو عودة إليك لناروا إلى استوديو المركزي في دمشق